توجه معالي وزير الداخلية ست اللواء محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة النهاردة للأصر الجمهوري في عبدين وده لتسجيل كلمة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة عشرين أربعة وعشرين بإذن الله يناير الجاري جاء نص الكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يشرفني والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة والتي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة نحو مستقبل أفضل للبلاد تمضي مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءا وأعمق عطاءا وأصدق وفاءا وكل عام وسيادتكم بخير كل سنة وشرطتنا وبلدنا وشعبنا بألف خير وصحة وسلامة